ونركز على 1-0 ونركز على 1-0 ونركز على 86 و2017 وإن شاء الله فعلا بكرة عندنا حظوظ وإحنا مؤمنين أنه عندنا حظوظ بجد المراضي ومؤمنين بأن المنتخب دخل بشخصيته وعشمنا وإحنا خلاص يا جماعة اتعشمنا والمصريين فعلا بدأوا أنا أكاد أجزم يعني أن الكلام قبل مباراتكو الدفور في الشارع مختلف تماما عن بعد مباراتكو الدفور الناس فعلا بقى دلوقتي نفسها في البطولة فعلا دلوقتي حسن نحن نقدر هنروح لمصار المنتخبين في البطولة منتخب مصر ومنتخب المغرب منتخب مصر لعب أربع مباريات وأيضا طبيعي المغرب لعبت بالتالي أربع مباريات المغرب فازت 3 ومصر فازت 2 لأن عندنا تعادل وتعادل وهزيمة مصر واحد والمغرب بلا هزيمة طبعا هنا محتاجين نتكلم أن مصر كانت بتفوز في مباريات مهمة خلال البطولة وأيضا مبارات كو الدفور هي كانت محسوبة واحتسبت أن هي تعادل ولكن تسجيل الأهداف ودي الحاجة اللي محتاجين نقف عندها فيه مؤشر إيجابي ثم مؤشر سلبي أصلي ثم مؤشر إيجابي تسجيل الأهداف المغرب مسجلة في البطولة سبع أهداف وده رقم بالنسبة لأربع مباريات مش على فكرة أفضل حاجة هو رقم مقبول أو نقدر نصنفه جايد مصر مسجلة في الأربع مباريات هدفين فقط وهنا ده الظاهرة السلبية أكيد أنت واضح أن خلفيتك منتخب 2008 اللي هو بيدرب كو الدفور بالأربعة وبيدرب الكاميرون بالأربعة والنتاج دي واضح أن أنت منتخب بتلعب على فكرة مش رد الفعل قوي بقدر ما هي أن أنت لو جات لك حظوظ قتيحت لك في المباراة وإنت مأمن نفسك بتقدر تطلع بالمباراة زي شفنا في مباراة كو الدفور وده بيبين شخصية المنتخب مش معناها أن شخصية سلبية ولكن الاستراتيجي بتاعته داخل البطولة استقبال الأهداف هنا المغرب استقبال التلات أهداف وده الجيد أيضا أن منتخب مصر خلال الأربع مباريات استقبل هدف واحد فده ينعكس على أن أنت فريق مش غير موفق مثلا في تسجيل الأهداف ولكن مستقبل عدد كبير من الأهداف لا أنت واضح أن استراتيجيتك في البطولة أن الأول ما يدخلش فيه هدف وبعد كده أركز في فكرة أنه أقدر أسجل أهداف وقد يكون الاستراتيجية دي جيدة نسبيا أو مقبولة نسبيا في واجهة منتخب بحجم المغرب مهم جدا أن أنت أول حاجة ما تستقبلش أهداف منه ترجمة نانسي قنقر